اشتركوا في القناة وهي أول غنية انطلقت في جميع الأقطار العربية بالفلوس كل شي روء روء لا تنهم كله نظيف كله ظريف ما في شي غير السينما تعتفرج وغيرون أغاني تراثية عريقة أغاني الأشاعر شعبي انتقادة لقب بموليار الشرق وبفولتار العرب شغل بيرود وحياته السقفية العريقة على مدى نصف قرن من تقليف شعري موسيقى وغنى شعبي مباشر عرف بابن الشعب وابن البلد نظرا لسخرية نصوصه موضيعه اللازعة لما زالت أنية لغاية اليوم واللي بتنطبئ على المجتمع اللبناني والعربي رغم انه ولد عام 1898 ليتوفى عام 1961 عن عمر 63 سنة ما زال الشاعر الكبير عمر الزعنة المرجع الأول والأخير عند الشعوب المظلومة أكيد عمر الزعنة بيعني لنا كتير ببيروت لأنه بمثل الفهم والذكر الشعبي ببيروت التراث كتير كتير قديم ونحن بنفتخر فيه وأقواله كانت بأيام فرنسوية كانت معبرة جدا كانت فلسفية وفيت بالصميم سعد الدين المشاهدة اللي كنا نشوفها هي تقرير من أرشيف أخبار الصباح بسنة لألفين وعشرة عن شاعر الشعب عمر الزعنة حضرتك المختار سمير الزعنة الصغير أمين عام تراث عمر الزعنة أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم بمستقبل ومزدواع سروري أني مجد أول طلع إلي فدائما وخاصة هلا نحن مساء الزكرة الـ 56 اللي هو رحيل عمر الزعنة مضبوط هاللي بدنا نقوله أنه بـ 11 شباط 1961 رحل عمر الزعنة ورحل جسديا جسديا مية بالمية بهالذكرى نادى لكل الناس رح يكون له اليوم نشاط مثلا اليوم ساعة ستة تخليدا لذكرى تحت عنوان يا عمر الزعنة وينك نعم وأنا بدي وجهة تحية كمان من الأستاذ ناجر الأشعر رئيس نادي لكل الناس اللي أصبح اسمه عمر الزعنة نادي لكل الناس وهو هذا النادي اللي حيكون رح يتغير اسم نادي لكل الناس هو عمر الزعنة نادي لكل الناس لأنه حياخد على عطفه نشر تراث عمر الزعنة كاملا حتى الممنوعات يعني حتى الممنوعات وحتى الأفلام ونحن بصدد فيلم مع لنا المعلم عن حياة عمر الزعنة الآن في أنتو عندي مقدمة لما زقيلة عن عمر الزعنة خلينا شوى شوى أول شيء هيدا الكتيب يلي معي هيدا كتيب بخط إيده لعم لعم مع أختام الأمن العام لنشوف صفحة بس يكون فيها أختام الأمن العام بس لحظة عم نشوف هون مثلا مقبرون ومشخط هيدا الكتيب من أي السنة تقريبا الفترة الزمنية عم نحكي أستاذ سامير عمر الزعنة كانت الشرارة أولو 1914 وكان بأسماء متخفية كان اسمه المتحجب الشهير وإحنان شاعر الجزيرة وخاصة لما انتهت الحرب القونية الأولى ورجع من فلسطين كان ضابط بالجيش التركي وما عجبته القصة والتركيبة لزهاب الدولة العسلمانية ودخول الحلفاء للمنطقة العربية وتقسيم فلسطين وعمر الزعنة كان إلى ذلك دخل بسنة العشرين إلى جامعة اليسوعية مخرج محامة درس المحامات نعم نعم ولذلك اضطر أنه يتخبى بأسماء المتحجب الشهير وإحنان شاعر الجزيرة خصوصا لما لي قال الأصيدي الهائلة المخيفة عن فلسطين بيقول فيها لما ضعفت تركيا عملولها عملية قطعوها بالسكين واحد سكن فلسطين أرض النفط والبنزين واحد ببلادنا تربع كان بيقصوا الإنجليز بالفلسطين والفرنسيين في لبنان وسوريا وبلا عصبة وبلا مجمع كلمين وقلوا مطمع والحق بده قوة والقوة بوز المدفع لازم يكون تحت غير اسم خلينا قبل ما نكفح حديثنا نشوف بعض المشاهد ونرجع وكل نفخة بتطبخ طبخة شو تعباد ولا مريض لا تعباد ولا مريض الحمد اللي صحتي مثل الحديد لكن شو لكن رزقي قال روء روء لا تنهم لا تزعل ولا تنسم ولا تحمل حالك أم تحمل الأم لا تنسم روء روء لا تنهم لا تنسم روء لا تنهم لا تنهم لا تنسم لا تعم روء لا تنهم روء روء لا تنهم لا تنهم لا تنهم لا تنهم روء لا تنهم هو بكون عمك خلينا نقول عمر يزعلني يعني هالشخصية اللي عن جد كانت تجمع تناقضات هو يشتغل مساعد قادم المحكمة البدائية نعم لحين كشفت حقيقته بدنا بحرية رئيس هالي الطامة الكبرى ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة في 1932 عم بيحصل فينا متما عم بيحصل اليوم هالفراغ الدستوري وهالأشياء فبعد إعلان لبنان الكبير وبعد دخول الفرنسيين على لبنان وبعد مغوره أعلن دولة لبنان الكبير و1932 بونسو أعلن ميساك أنه تعليق الدستور في لبنان وحل البرلمان وتعيين شار الدباس حاكم على لبنان فمن طبيعة الحال بقى يعني ما بده السكوت وعمر كان لا يخف الله لهم تلائم فانبره وقال قصيدي اللي أصبحت فلوكلور صح وكنت بتمنى أنه لا تتغير كلماتها لأنه هي تاريخ لبنان والعرب لما بيوقف وبينشد من المقال غروع على هذه الصحرة هو وقف على نفس الصحرة بدنا بحرية يا ريس صافيين النية يا ريس بزنود قوي يا ريس أبداً ما تحلس يا ريس البحر جبال يا ريس أطعح بال يا ريس مكان على البال يا ريس تتنصب ريس أقول لك حرية ما خرجك ريس يا ريس ونفى بوقتها شار الدباس على البترون بالبترون هناك كان يسموه الغريب من عدة أهل البترون غريب وتعرف إلى ملهمته وعشيقته يلي ما كان يعني النصيب أنه تزوجها هي ماري نهرة ملهمة عمر الزعني وعمر الزعني كان يقول عن نفسه أنه الشاعر أسأل عاشق وما قاله صاحب لأنه عالمه يلي بعيش فيه غير عالم الآخرين فعمر الزعني لما بدي أقول لك لمالي كانت شرارته القوية بعد ذهاب العثمانيين دخول الفرنسيين والناس هرجوا مارجوا أنشط قصيدة عالمية كان كل قصيدة يقولها يغير فيها عهد ودستور بيقول بهذه القصيدة الدنيا أيمى والشعب غافل راحت بلدكم ما حدش سائل الحق عليكم والعالمين نسيوا الحماية نسيوا الوصاية والشعب يقال إيه قايم على الملاية والطاسي ضايعة يا مصلحين طار فيها رئيس المحاكم الشرعية لأنه لعب الله إذا كان وزوج جنرال فرنسي وأربعة نهبيات لبيروتية خلانا نقول يمكن رغم هالشخصية هيك اللي نوعا ما ما بعرف اعتبرت مشاغبة نوعا ما هو أكيد ما كان ثائرة هو حيز على وسام الاستحقاء اللبناني ذات الصافة الذهبية والله هو كاي عمر الزعني مع هذي الألقاب كان ثلاثة عنيه شائع لأنه كان أحلى لقب له شاعر الشعب من هيك كل القصائد له باللغة المحكية نعم هي عمر الزعني عنده قصائد أكثر من ألف أصيدة له نعم بس أحب أنه يخاطب الناس بالغطا يعني أنا بقدر أقولك أنه ابتدأ الشعر بملك فكان ملك البداية أبو فراص الحمداني وملك النهاية كان عمر الزعني فعمر الزعني لما يخاطب الناس بلغة باقع الكعك وبالله ده مش انتقاصة من حقهم بس لتصل الكلمة في مكانها لأنه كان يرسم بالكلمة الواقع المر اللي عشان كانت الكلمة هي الصلاة الذي يحارب بها عمر لما لي عمر الزعني لقى أنه في دس بين أبناء الوطن الواحد بعد إعلان دولة لبنان الكبير بيقول أمصيبة كبيرة وحظة كبيرة ما عد فيه بالدن صغير ولا عد فيه فقير ولا إنجبار كل العالم صاروا كبار لكن شو؟ لكن إن قلت أيوة ولا لأ؟ ملنغنا عن بعضنا دينك إلك ديني إلي أما الوطن في دمنا حلو ولبنان طير بجنحين لازم نحافظ على الثنين لنعيش ونتهنى فلذلك بعدهم لليوم نعم أشعاره والله يعني عمر الزعني شاهد على العصر يعني لما كان من القرن التاسع عشر والقرن العشرين وبالألفية الثالثة وإلى أن الله يغيروا يبدل تجدي كلمات عمر الزعني خلينا نسمع بيروت أحب كتير لبيروت أحكيرك بالسطر يلا شرب العواء لعب الوراء خلي الصبر صيد الحمار رب مال بيروت شرب العواء خلي الصبر لعب الوراء صيد الحمار رب مال بيروت زد الغواء شم الهواء أكل الهواء شاغ العقوب شبان بيروت بيروت زد الغواء بيروت زد الغواء لعب الهواء بيروت محنة زد الغواء زد الغواء زد الغواء يا حلاس يا عربي عربي جد الغواء عليم زد الغواء زد الغواء عربي جد الغواء زد الغواء عربي زد الغواء في الثمية حياتهم الغندرة والبنجرة والبهورة وكتر البطر حالة في نوت بير زهرة في غيرها وانها وبير محلها ومحل زمانها وبيروت وحبها ويا وقي عنا تذبا على قيمها وإنه ويتموت بيروت قد أحب بيروت أحب بيروت كثير وكان ما بيحب ينام لأقبر الأمر في بيروت طول الصهر في بيروت وبيروت هو أول من نعاها تقولي لي كيف بيروت كانت غابة من الصناوبر بيروت كانت واحة كبيرة من الخضار الآن أنت وقاتي على بيروت من السماء بتجديها غابة من الإسمنت صح فهو ما ضد العمران بس كان يقول حافظوا على هالمدينة النموذجية بالشار الأوسط لأن بيروت عمرتها المآذن والكنائس بيروت مدينة عريقة للزمن كيف محفرت في بيروت تجدي حضارات اليونانية الرومانية الأغريكية الأفريكية فلذلك لما قال بيروت زهرة في غير أوانا هو عم بيقصد شوه لأنه كان عارف أنه حيقت الزمان وحتجي المدنية وطير هالتراث العريق لمدينة بيروت وبس كان نعاها باش أسوأ من هاي الكلام قال يا دعانك يا بيروت يا مناظر غشاشي طلع فيها اليوم يا معروضة عالشاشي يا عروض صبخشخاشي يا مصمودة بالتابوت يا دعانك يا بيروت الجهار حاكمين والأرزال عايمين والعالم لايب على القوت يا دعانك يا بيروت الغريب بيتمختر والقريب بيتمرمر ويلي بيفوت ما بيظهر ويلي بيظهر ما بيفوت يا دعانك يا بيروت وين شبابنا وين طلابنا يلي نحنا هدول عماد الوطن دعاننا عم نخسرهم ونحنا مشارين صارتنا المدنية وصارتنا المناظر والأشياء الخلاعية لذلك عمر ما قال يا دعانك يا بيروت عن عباس ولا قال زهرب غير قوانا ولكن كمان قال بيروت اللي هي قلب لبنان قال لبنان محلى مياتك لك لبنان محلى فياتك لبنان محلى أرزاتك كل شي في جبال بالمعمور غيرانة من أرزاتك والدليل والبرهان كل الناس وكل الشعوب عان على بيروت لذلك بيروت وصخرتها الأبية الرغشة واليوم بفضل إن شاء الله الرئيس الحريري والقائمين وفحامة الرئيس سوف يعود لبنان إلى مكانته العريقة وسوف نرجع نتغنى بأرزاتنا ونرجع نتغنى بسنوبراتنا وبتمنى اليوم يلي عم بيصير من قدم لهالمساحات حاجة بقى مدنية زائفة اتركوها تتنفس لأنه هي رئة لبنان هي قلب الوطن خلينا قبل ما نكفي حديثنا يعني عن جد ما بيخلص عن هالتاريخ نتوقف مع بريكم نرجع بانه